الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور سيف الظاهرية المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تقدمت دولة الإمارات ولله الحمد ثلاثة مراتب إلى المركز الثامن عالميا وحافظت على مركزها الأول عربيا على مؤشر بلومنبرغ لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة كوفيد-19 محققة 69.7 نقطة على المؤشر العام وبذلك تأتي ضمن أفضل عشرة دول على مستوى العالم لتتقدم على دول مثل الصين وفنلندا والدنمارك وكندا وسويسرا تمكنت دولة الإمارات من الوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة إقليميا وعالميا بفضل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها منذ بداية الأزمة حيث تعاملت مع الجائحة بفاعلية مع المحافظة على عدم تعطيل الأعمال والشؤون المجتمعية نجاح الحملة الوطنية للوقاح كوفيد-19 في الإمارات في تحقيق أهدافها حتى الآن يعد مؤشرا على قوة المنظومة الطبية والصحية في الدولة حيث وصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم أكثر من عشرة ملايين جرعة وبلغ معدل توزيع اللقاح 104.51 جرعة لكل مائة شخص في حين تجاوز عدد الفحوصات أكثر من 43 مليون فحص وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تؤكد يوما بعد الآخر أنها من أهم النماذج العالمية الناجحة في مواجهة هذه الأزمة توافر اللقاحات أحد أهم إنجازات الدولة في المعركة ضد الجائحة وهي متوفرة للجميع مجانا في مختلف المراكز التي تعمل بأقصى طاقتها الأمر الذي يفرض على الجميع التعاون والمبادرة إلى أخذ اللقاح للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد 19 والعودة بكل أمان إلى الحياة الطبيعية منذ بداية الأزمة تكاتف مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين مع مؤسساته لمواجهة هذا الوباء وضربوا أروع أنواع الأمثلة في الالتزام والتقيد بكافة الإجراءات التي يتم الإعلان عنها ونكمل هذا الطريق ونعمل جميعا يدا بيد ساعين معا للمضي قدما في الطريق للتعافي الشكر والامتنان لجميع أفراد المجتمع الذين اختاروا التطعيم حماية لأنفسهم وذويهم ومجتمعهم وهذا ما اعتدنا عليه من كافة مواطني ومقيمية دولة وندعو بقية أفراد المجتمع من الفئات المستهدفة بضرورة المبادرة إلى أخذ اللقاح والمساهمة في حماية المجتمع توافر قالبية اللقاحات المعتمدة عالميا في الدولة والتي تشمل أربعة أنواع من اللقاحات لتطنعيم الأفراد ضد فيروس كوفيد-19 وهو لقاح سينوفارم ولقاح فايزر بايونتيك ولقاح سبوتنك في ولقاح أكسفورد أسترازينيكا كما توفر الدولة التطعيم مجانا واختياريا لكل الراقبين من المواطنين والمقيمين ويمكن الحصول عليه شريطة عدم وجود حالة صحية أو أعراض تمنع ذلك بعد تقييم الطبيب المختص الأخوة والأخوات نعن لكم بتوفيق من الله إقامة صلاة التحجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفقا لضوابط وإجراءات احترازية مماثلة لصلاة التراويح فقد تقرر تحديد مدة صلاة التحجد بما لا يتجاوز الثلاثين دقيقة ويكون التوقيت عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الثانية عشر والنصف في جميع إمارات الدولة ونؤكد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها مسبقا وقلق المساجد مباشرة بعد الصلاة وعدم السماح بالجلوس أو الاعتكاف يشجع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المصلين خاصة كبار السن من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات أن يحيوا سنة إقامة صلاة التراويح والتهجد في بيوتهم وذلك من خلال صلاتها جماعة مع أهل بيتهم أو منفردين ولهم أجر التراويح والتهجد كاملا بإذن الله تعالى الأخوة والأخوات تقرر إقامة نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة 2021 يوم الأحد الموافق السادس عشر من مايو 2021 بين الفريقين المتأحلين مع السماح بعودة الجماهير بنسبة 30% وفق الاشتراطات الاحترازية والوقائية يعد نهائي كأس رئيس الدولة أول فعالية رسمية يسمح فقط بحضورها الحاصلين على اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح مع مراعاة التزام المشجعين بإبراز نتيجة فحص كوفيد-19 السلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد إقامة المباراة وأن يكون حرف الإي ظاهرا في تطبيق الحصن الخاص بهم ومن ثم يمكنهم الاستفادة من ميزات ظهور حرف الإي أو النجمة الذهبية وسيقوم اتحاد كرة القدم بإعلان التفاصيل لهذا الحدث كما سيتم تقييم التجربة وإعادة النظر في عودة الجماهير إلى المدرجات خلال المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا الأخوة والأخوات في الختام نود أن نهيب الجمهور الكريم الانضمام إلى جهود التعافي عبر أخذ اللقاح وذلك الدعم للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لمكافحة الفيروس والقضاء عليه بإذن الله حفظ الله الإمارات قيادة وشعبا ودام الجميع في صحة وخير وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة